موسيقى 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 السلام عليكم هواوي لا مارك العزيز عليكم بكثير في القناة أجلسة وكذلك خرجات هاتف جديدة هذه المرة القضية كاملا بدلة لماذا؟ حيث رغم وكما حضر المستخدمين هواوي لا تتعرض لن نحن 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 ولكن هذه المرة لم يكن هناك خدمات الهاتف يوتيوب جمايل بلاي ستور وكاملين لا يكونوا أفاق لذلك إذا كنت تتعرفوا كيفية الهاتف جديدة مفيدة ستعرفوا كيفية الهاتف جديدة هواوي وفي نفس الوقت ستعرفوا الإيجابيات هذا الهاتف جديد السربيات وكيفية الهاتف جديدة وكيفية الهاتف جديدة السربيات وكيفية الهاتف جديدة هواوي اشتركوا في القناة وكيفية الهاتف جديدة وكيفية الهاتف جديدة وكيفية الهاتف جديدة سوف نصح لكم الحجم البداية لأنه في التلفون كما تقول لكم لا يوجد خدمات جوجل كيفية الهاتف ما بين الهاتف جديدة فيه ستناولة تستخدم الكثيرا وكيفية الهاتف سراحة كما تصنعي الأمريكات يعني الكرياتور من الأمريكات وضع الأمريكات لهم في الـ AppGallery ولكن الآن الأمريكات التي نحتاج في اليوم لا يستطيع التكامل في الـ AppGallery لذلك فقط تستطيع التطور ستعلمون أنكم قد تعرفون هاتف الـ Android تستطيع التلتشارج فيه الأمريكات لأجلسة الـ AppK وتستطيع التطور في الـ Telephone وكذلك أخرى مثلا الـ Cloud لها Huawei تستطيع التعليقات لكم من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد لذلك يستطيع التطور على الـ AppWin وهو الـ AppWin هو ستار كم الموجودة التي سنقوم بها عالميا على بجي ويوتوب وكذلك تستطيع التشرار أما أسهل التي يستطيع لها كم الموجودة والتي أعتقد أن بسم إستطاع الهاتف هو الـ Huawei لذلك هو أمريكات صغيرة ثلاثة دقائق وليس أستطيع التشارج فر وقوم بالتر t- Corey بصمت تشربة جوجل تشربة جوجل تستخدم وتشربة كل شيء في جوجل من البلاي ستورة والمستخدم يعني او هاتف هو عادي رغم الحضر ورغم ذلك كامل كل شيء تستخدم فيه كيف أقول لكم الهاتف لا يخرج بصمت تشربة جوجل والتشيحات المهمة في هذه الهاتف هو أنها تساعد فوروم نتركوا لكم الناس في السرائب في الفوروم لديهم جميعا مميزة الذي يصبح الأهاتف حيث تشربة جوجل ولكن لا تستخدم على الأشياء على حمل أو حمل تشربة جوجل لكي يسعد حينما تستخدم تساعد ويوتيوب ومميزة دمت تشربة جوجل ثم ايضا تشربة جوجل ومميزة دمت تشربة جوجل الأساسة هي الأهم الشيء سنمتت بتشربة بالع Erfahrung و الذي يستعمل الهواتف هواوي سابقا يجب أن يكونوا هذا الشيء أعطيكم إلى الصنداج أقول لي ما ستبغيّون تأخذ الهواتف جدد هواوي لأنه لا يوجد سبيل جديد و تستطيع الهواتف و هذا القضية بما أنه هو هاتف لا يوجد سبيل جديد ما ستبغيكم لا تأخذ الهواتف أعطيكم الرأي رغم الحادث ما ستأخذ الهواتف أو لا يستطيع الهواتف جيدا في الهاتف ستأخذ الهواتف يوجد ألوان و هذا اللون لا يعجبني لذلك يوجد مزيج ما بين الخضر والزرق و كما ترى في الهواتف يوجد باب وسط الهواتف هذا بالأخص لا يوجد زاج ولكن من المزيج يوجد إحساس أنه جاج لأنه لا يستطيع الهواتف بسهولة الهواتف يوجد بلاستيك لا يوجد مزيج والزرق والزرق أنا أعجبني وهذا يعتبر هاتف في الفئة الاقتصادية لا يوجد الفئة المتوسطة أو الأطقال لا يوجد مزيج لا يوجد مزيج من الخضر للزرق و سأقوم بسرعة الإيجابيات والسلبيات من بعد على الإيجابيات فقط من البداية كما تعرفون هناك تشكت أولا اولا هي تشكت أولا تشكت أولا و بسهولة وتشكت أولا تشكت أولا كاميرا وهناك تشكت أولا الـ P30 Lite هواتف المتوسطة التي تماماً منها تطلع بثار اخذوا نفس البروزسور و اضعوا في الـ Y6P انا اظن ان اضعوا هذه القادية لكي يجعلوا الناس رغم ان الهاتف لا يخرج بها في الهاتف لكي يزعموا على الـ Y6P يعني من ناحية الـ performance سترتاح و اخذوا الهاتف من المميانة بالثارة من المميانة بالثارة من المميانة بابجي يعمل بمشكل جيد و لا يوجد مشكل حسناً من الكثير من الهاتف من المميانة بالثارة من المميانة وكي يعمل بعمل اندرويد و اوبن سوس وكي يعملون هاتف من المميانة بالخدمات التي لا يوجد مشكلة و هو سوقكوش هواوي المميانة بالمميانة بالنسبة لي و البطاريه الكبيره بالنسبة لي ضعوا في الهاتف و كاملين ايجابيات المميانة بالهاتف كما ان الكاميره الأساسية 48 ميجا بيكسل وهو مطلق البروزسور يعني اخذوا الى الفئة المتوسطة و يعملها في الـ Y6P كاليتي صراحة نقول بأنها مزيدة في الفئة الاقتصادية تكون هذه الكاليتي زيادة لأن العدسة 48 ميجا بيكسر ستجعلكم تزومون ويستطيع التصوير لكم كاليتيات التصوير كاميرا التخاوية 8 ميجا بيكسر وكاميرا الديدسانسا كاميرا الديدسانسا كاميرا ميجا بيكسر واخر نقطة إيجابية هي أنه في الميكرو جاك هذا نقطة إيجابية تبدو نقطة سلبية كين ميكرو يو اس بي لماذا؟ كان هناك ميكرو يو اس بي صراحة ما؟ في 2020 لنبدأ نبدأ بميكرو يو اس بي لأن كل شيء يوجد فيه سبيكر مقبول وغيرا أنه مونو لا يوجد استيريو نقطة سلبية التي تجعلكم بها هي أنه بطارية كبيرة ولكن لا يوجد فيها فاست شارج واخر نقطة هي بالنسبة للأكرا كاميرا كاميرا كل شيء يوجد وعر بالأخص بما أنه لم يقومون ويقومون الأكرا ديان نوفا لديك الضوارة صغيرة فلاسل في الفوق وغيرا أنه HD Plus لا يوجد فل HD أنا صراحة أريد أن أرى فل HD لا يوجد في الهواتيين وليس أريد أن أرى فل HD Plus لن أرى هاتف لثمن قل من 2000 درهم يعني في الفئة الاقتصادية وبما أن نجبدنا الثمن حاليا لا يوجد ثمن بالضبط الذي سيخرج به في السوق في المغاري ولكن ما أعرفه أنه سيكون قل من 2000 درهم وإن شاء الله تابعوني في انستغرام نهار اثنين في الستوري سأقول لكم الثمن ما سيكون هذه هي النقطات التي أريد أن أتحدث معكم الإيجابيات والسلبيات لكي تكونوا لعين وفي نفس الوقت الجديد الذي كان يعمل هو أن التلفونات لا يتحدث بالخدمات لذلك هواوي ستعود على رأسها والشخاص الذين سأخبركم الرابط للفورم لكي تعرفوا كثير وفي نفس الوقت ستعود الصبر الجديد لذلك 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 في الفيديوهات هواوي سأخبركم ديما لذلك لذلك شخص آخر الذي سيربح باف أوفيسيال مارك هواوي شرط المسابقة سأخبركم لذلك لذلك المهم الفيديو تصل إلى 10 ألاف لايك كل شيء سأخبركم لذلك 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 المهم لايك سأخبركم مع صاحبكم وضعوا كومنتر لذلك 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 اكتبوا أي شيء سأخبركم لذلك هواوي سأخبركم لذلك سأخبركم لذلك 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 سأخبركم لذلك السلام عليكم موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر